هنا الجوف لم تعد حركة الحياة كما كانت عليها فالأسواق التي ألفت الاقتضاد بأقدام المتسوقين واستقبالك من العيد صارت خفيفة الظل والحركة تداعيات الحرب الكارثية ألقت بظلالها على المعيشة فكان أن بددت معها مواسم الفرح وطقوس الأعياد التي كان يعد ويرتب لاستقبالك الناس هنا كنا ندخل السوق ونتقضى للجهال والأهلين سمعت ومريحين سمعت ومعاشات وخير للحين العيد هذا كرب يعني تعب بهذلة إنها الحرب تعكس أثرها على يوميات المواطنين وتحرمهم الكثير بعد أن صاروا في معركتها ضحايا وبلا راتب يقيهم سوآت الفاقة التي يعيشون في صلخ المأساوية حد فقدانه ملقوط الضروري وأساسية العيش واليوم ما عاد نفكر في العيد نفكر في رقمة العيش اليوم وذبح في الأسعار هنا عندنا في الجوف خاصة وحتى الأعياد يعني الأطفال ما عاد يفرحوا بمثول حاجتهم للخبز أولا الهاجس الأكثر إقلاقا للمواطنين في هذه الأيام التي يقف فيها عيد الفطري على الأبواب فالوضع الاقتصادي السيء وأزمة انقطاع مرتبات المدنيين والعسكريين جعلتهم يتناسون طقوس العيد وحاجتهم الشرائية لاستقباله نستقبل العيد والله بحزم شديد لحيث أننا نعاني لا نفكر في الملابس ولكن نفكر في القوت الضروري بسبب انقطاع رواتب المعلمين وسبب قواطع الموظفين بكافة والجيش الوطني فالناس يفكروا في القوت الضروري لا يفكروا لا في الملابس ولا في العيد فهذا العيد هذه المرة على اليمانين بصراحة صعب جدا لأنهم يعانوا بسبب هذه الظروف الصعبة لا ملامح تدل على استقبال العيد في محافظة الجوف وعلى عكس ما كانت تعيشه أيامهم من فرح وبهجة استعدادا لقدوم العيد باتت اليوم أكثر انكسارا وخدلانا نتيجة نصال الحرب المسمومة التي تنهش جسد الحياة ليس عيدا ذاك الذي ينتظره الناس بأكف فارغة وقلوب موجعة أدمتها خدلانات المعيشة الصعبة فالواقع هنا يشكو المعاناة بأشكالها المتعددة بدءا من الخبز والحاجة له وصولا إلى الدواء فبأي حال سوف يأتي العيد علي الجرادي أنا تبالقيس الجوف